السلام ورحمة الله وبركاته وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة باوركريم متقدمة الفيديو APQ15 النهاردة هنجاوب على سؤال متكرر يعني ايه ايتش واندرسكور بنشوفهم كتير واحنا بنكتب ام كود فانكشنز بس مش كل الناس متخيلة او فهمة معناهم ايه بالزبط الحقيقة النهاردة التركيز على الكونسبت يعني الامثلة هكون فيه اكتر من مثال بس امثلة بعضها بسيط وبعضها اعقد شوية لكن التركيز اكتر مش مهم المثال ما هو مهم انه هنفهم الكونسبت طبعا الموضوع الكونسبت ده احنا ركزنا عليه اكتر من مرة داخل السلسلة دي برضو يعني اول تلات اجزاء او اول تلات فيديوهات من السلسلة دي كانوا بتكلموا على الكونسبت بتاع الام لانجوج الفيديو اللي فات مثلا APQ14 كان بيتكلم برضو على ازاي ممكن تعلم نفسك بعض دوال الام لانجوج والنهاردة مكملين مع الكونسبت او محاولة فهم ايتش واندرسكور وازاي ممكن نوظفهم بشكل مزبوط واحنا بنعمل M Language هتلاقي لينك بتاع السلسلة طبعا موجود كاكا في الدسكريبشن فممكن برضو لو انت مهتم بموضوع الكونسبت ده ارجع لأول تلات فيديوهات وارجع للفيديو السابق ويلا بينا بقى بسرعة نروح نشوف المقطع الاول اللي بيتكلم على مثال من الامثال اللي ممكن تشرح لنا ايتش واندرسكور موسيقى انا دلوقتي جوا الباور كويري وكل اللي عملته جبت كويري جديدة وعملت فيها لستة فيها ارقام من حد واحد لغاية عشرة من اول واحد لغاية عشرة عملت كده ازاي دخلت على فهم البار وقلت له ايكول وعمفتحت كيرل براكت وكتبت واحد وبعد نقطتين عشرة وده اوتوماتيك بيعمل لك لستة من اول واحد لغاية العشرة طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اجي بعد كده اعمل تغيير في اللستة دي ايه عبارة ان انا اخش جوه كل ايتم واضربه في نفسه يعني الواحد اروح اضربها في واحد في اديني واحد اقوالز واحد وبعد كده الاثنين اضربها في اتنين فهتديني كام هتديني اربعة والثلاثة اضربها في تلاتة اديني تسعة وبعدين الاربعة في الاربعة بستة اشر وهكذا لحد نهاية اللستة طيب عشان اعمل كده هنعمل ايه هنعمل خطوة جديدة هندوس على الاف اكس ولما ندوس على الاف اكس طبعا بيعمل ريفرنس للخطوة السابقة وطبعا الخطوة السابقة دي ما هي الا السورس والهو في طبيعة الحال ما هو الا الا لستة طب عشان اعمل تغيير جوه line by line هحتاج فونكشن فونكشن دي مهم جدا صحيح مش هي موضوع النهاردة لكن اضعها في بالك انك محتاج تتعلمها اسمها list.transform ادي list.transform وافتح القوس وبعدين اشوف طلبتها الطلب الاول محتاج مني list as a list وده already provided عن طيق الخطوة السابقة اللي هي source فما عنديش مشكلة تعالى بعد كده نعمل قمة ونشوف الطلب التاني الطلب التاني عايز يسألني محتاج تعمل ايه في transformation لكن خد بالك ان هو كتب لك ايه هنا transformation او transform as function فهنا هو محتاج function قبل بقى ما نخش على موضوع الـ تعالى نفتكر مع بعض ايه موضوع الفنكشن احنا خدنا قبل كده واعتقد في اكتر من فيديو ان انا عشان اعمل فنكشن محتاج اعرف variable واعتقد ان انا ممكن احط لك لوقتي لينكات لبعض الحاجات التي تتكلم عن الموضوع ده لكن خلينا نقول مع بعض ان انا عشان اعرف variable محتاج احطه بين قوسين فهفتح قوس وقفله وفي النص حدي اسم الـ variable الـ variable ده وظيفته انه ياخد مقام او ياخد مكان كل item جوه الليستة من اول واحد لغاية عشر فتعالى نديله اسمه ليكون اي 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 اختصار لأيتم عشان نكمل السنتكس بتاع الـ variable وفنكشن محتاج احط علامة الـ go2 او بيسموه علامة الـ rocket اللي هي علامة يساوي وبعدها اكبر منه كأنه ساهم كده ده بيعرف الكويري اللي حالك شوفه ده variable وهنستخدمه جوه فنكشن طب هنعمل ايه في الـ i او الـ item by item ده قولنا عايزين اضربه في بعضه فبمنتهى البساطة هقوله خد الـ i وبعد كده علامة ضرب اضربها لي برضه في الـ i فكأنني كده قلت له لو سمحت انا عايز اعرف variable اللي هو الـ i والـ i ده هياخد محل كل رقم من الارقام اللي موجودة عند حضرتك هنا وبعد كده تعمل فيها ايه تاخد كل ايتم تضربه في نفسه ولو دست على الـ check mark او علامة الصح هتلاقي الطلب اللي احنا طلبناه اتنفذ بالزبط اللي هو ايه الواحد مضروبة في واحد من ده واحد اتنين في اتنين باربعة وثلاثة في ثلاثة بتسعة وكل اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده طيب ايه علاقة ده بموضوع الـ each و الـ underscore الموضوع بمنتهى البساطة ان الـ each و الـ underscore ما هو الا short cut للي احنا عملنا ده يعني الجزئية دي اقدر اشيلها وحط مكانها each و underscore هتسمع كلمة short cut دي في بعض الاماكن واماكن تانية هتقول لك sugar syntax لاثنين نفس المعنى طيب تعال نجرب نعمل القصة دي انا هاحزف اللي كتابته هنا وحي مكانه واكتب each each كده اخدها ان معناها لو سمحت اللي هاقوله لك ده تعمله على line by line جوه الليستة بتاعتنا طيب اعمل ايه في line by line فحقول له underscore مين الـ underscore دي الـ underscore دي لكنها الـ variable اللي احنا عرفناه اللي كان اسمه i فكأنني بتدينه اسم الـ variable اللي هو underscore بس الـ underscore دي تنفع لأي حاجة مش بس للـ i او للـ variable لسعة الليستة تنفع لأي حاجة وده اللي هنشوفه في الاجزاء الجاية ولو سمحت ادرابي الـ underscore دي في نفسها ونعمل الـ check mark فحتلاقي نفس النتيجة بالزبط هي هي ادي الليستة لو رجعنا للخطوة السابقة هتلاقي ان احنا كان عندنا واحد اتتتة ربعة لحد عشرة بعد كده ارقام دي اتضربت في نفسها فهابقى عندي واحد اربعة تسعة ستاشر خمسة وعشرين وهكذا لغاية عشرة في عشرة تساوي مية يبقى احنا كانت تعلمنا حاجتين الحاجة الاولى ان الـ underscore ما هي الا short cut عشان تاخد مكان الفنكشن وان هي في الحالة بتاعتنا اللي احنا شفناها النهاردة دي الـ underscore بتاخد مكان item داخل جوه كل لستة يعني كأنك بتقول بدل ما تديلك مرة واحد ومرة اثنين ومرة ثلاثة لا خد الـ underscore وانت كده فاهم لما بتعدي line by line ده الـ variable بتاعك الجزء الجاي من الفيديو تعال نشوف ازاي الـ underscore مع بعض زي ما هنا اخدوا مكان item جوه لستة ممكن كمان ياخدوا مكان صف جوه جدول او record جوه جدول دي query التاني خالص عبار عن جدول والجدول ده فيه عمودين العمود الاول زي ما حاك شايف موجود فيه الـ date عندي حوالي 10-12 dates والكلوم التاني لو حرك ركست جده هتلاقي فيه amount بس الـ amount دي هتلاقي ان هي موجودة مع بعض جوه نفس السال يعني هنا separated by semicolon لكن كل كل سال فيها مجموعة من الـ dates طبعا احنا وحنا ماشيين هنحاول نجرب ان نعمل حاجه عملية شوية لكن الاهم عندي انه هنفهم الـ concept فتعال نجرب في الحالة بتاعتنا نحاول نضيف عمود او نضيف custom column على الجدول ده لو احنا رحنا على add column وانا لو سمحت add custom column فهيفتح الويندو بتاعت custom column وتعالى مثلا هنا انا هسمي دلوقتي max amount يعني خلينا نسميها كده وهنعرف لي دلوقتي وتعالى نقول ان احنا عايزين نجيب الصف بالكامل انا عايز اعمل reference للصف ده بالكامل يعني في اول cell يضاف لي هنا عمود جديد عايز اضيف عمود جديد هنا اللي هيبقى اسمه max amount وبعد كده هاجي زي ما حراك هتشوف كده هاجي اول line هنا هاجيب الصف بالكامل اجيب record كاملة وبعد هنا record كاملة وبعد كده هنا record كاملة تعالى نشوف دي الاول واحنا ماشيين هنشوف احنا ليه نعمل كده فعشان نعمل القصة دي ممكن نستخدم على طول ال underscore وهدوس على اوكي ال underscore دي هتاخد محل كل صف موجود داخل الجدول وتعالى نشوف الكلام ده صح ونغرط لو دوست على اوكي هتلاقي عند حضرتك ايه هتلاقي عند حضرتك اهو column gdsm و max amount ولو قفت هنا هتلاقي record وال record دي فيها المعلومتين اللي موجودين في العمورين التانيين بص كده على بعديها برضو عندي record ونفس الكلام المعلومتين اللي موجودين هنا عندك 1 9 او 9 يناير اهو 9 يناير وهنا عندك مجموعة الارقام تبدأ 103 تنتهي 124 نفس بالزبط اللي موجود هنا موجود هنا تعالى نفتح تاني ونبص على ال custom column ده هتلاقي underscore بس ومال فين ال each لا حركة ال each موجودة لو بصيت على formula bar بقى هتلاقي ان هي موجودة جوة ال function بتاعة table.add column هتلاقي مكتوب هنا ايه each مع underscore طيب هو طبعا عشان انا عملتها من جوة ال window بتاعة add custom column فهو الواحده بيزبط لك الايه ال syntax بتاع table.add column لكن انا ممكن اعملها لوحدي ولو عملتها لوحدي لازم اكتبها بالشكل ده table.add column وطيب لتاعة column بتبقى عايزة مني جدول والجدول جاي من الخطوة السابقة وبعد كده اسم ال column الجديد وبعد كده هعمل ايه في ال column الجديد كل اللي هعمله each و underscore طيب افترض ان انا مش عايز كل ال each و underscore ده انا مش عايز بس ال record على بعض وعايز منه جزئية معينة عايز من ال record ده عايز بس ال amounts طب لو عملت هنا square bracket وكتبت amounts بص كده وعملت كده ايه اللي هيحصل هيجيب لي amounts يبقى انا باستخدام ال underscore الاول قدرت اروح اعمل ال reference ل column جوه ال record او ال field جوه ال record اللي هو ال field بتاع amounts خد بالك من حاجة كمان ان في ال syntax ده انا ممكن اصلا احذف ال underscore لو شلت underscore وعملت ال check mark مفيش حاجة تغييرت بص كده انا حذفت اهو شلت underscore من ال each وطبعا ده برضو كنوع من التسهيل لكن هي في الاساس ال underscore ده موجودة مكان variable و ال variable ده بدل معرف variable زي ما عملنا في المرة السابقة ممكن احطه مكانه underscore لكن في الحالة دي ان انا بقوله انا عايز column معين او عايز field معين هو الوحده وحيفهم ان دي كان في الاصل بتاعها مين كان في الاصل بتاعها ان هنا في underscore فسواء عملت ال underscore او عملتهاش في الحالة دي هو فهم لكن خلينا نحطها علشان دايما نبقى نشايفين مع بعض each و underscore تعالا بقى نطور الموضوع شوية افرد بقى عايز اعمل شوية تغييرات هلا قدر اعمل شوية لعب جوة الكولم الجديد ده اه ممكن جدا اعمل شوية لعب وتعالا نجرب مع بعض انا بس هكبر formula bar وتعالا نبدأ نكتب شوية حاجات مع بعض طيب انا عايز اعمل split لللستة دي اعايز اعمل split زي ما حانك شايف هنا انا عندي ارقام بينها سمي كولن اعايز افصيلهم مع بعض طب عشان افصيلهم مع بعض ممكن استخدم فنشن زريفة جدا والفنشن دي اسمها text.split ستشتغل على مين ستشتغل محتاجة مني text as text ستدهول عن طريق underscore ومعنى يعني معناك انك في كل مرة كلها ما هتعدي على line هتاخد تكست مختلف وبعد كده حاجة في الاخر واعمل قامة الطلب الثاني عايز مني separator هو ال split عند separator فهتديره السمي كولن اللي موجودة وبعد كده واعتقد ان انا كده خلصت لو عملت عملية الصح دي هتلاقي او فعلا السم لك لو بصيت كده هتلاقي هنا بقى عندك لستة واللستة دي فيها الارقام زي ما حانك شايف كده بالزبط فطبعا في الحالة دي انا كنت اخد بالك انا كنت مسمي الكرم ده كنت مسميه ماكس اماونت يبقى انا ممكن في الحالة دي احاول اجيب الماكس اماونت طيب عشان اجيب الماكس اماونت ده خد بالك عندي مشكلة صغيرة ان انا في الاول كنت تبادئ من كولوم الكولوم ده كان تكست اي بي سي يعني تكست ولما فصلتها الليستة دي بقى كل عنصر من دول عبارة عن تكست فهو كده لسه مش فاهم ان دي ارقام فمحتاج احولها له الى ايه الى ارقام كل ده طب ايه علاقته ايه علاقته بالموضوع بتاع ايتش اندرسكور هتشوف دلوقتي حالا هتشوف ان انا في الجزء الاولاني ده اللي انت شفته معايا ده الاندرسكور هنا بتمثل ايه بتمثل ريكورد بتمثل صف انا كده بقوله عايزك كل مرة تمشي على الصف الاولاني الصف الاولاني ده وتاخد منه الاماونت ده وتعمى عيد ترانسفورميشن اللي هو تاكست دوت سبلت كاني بقوله كده بالزبط هتشوف دلوقتي حالا بقى ايه ان انا عايز اخش بقى جوه جوه خالص عايز اخش جوه اللي جوه الجدول يعني كاني بنزل تو ليرز تحت فهستخدم برضو ايتش ما اندرسكور هنشوفها دلوقتي حالا علشان امثل العنصر اللي موجود هنا العناصر اللي موجودة هنا مش بس اللي موجودة كل جوه الرول اصلي بتاع الجدول لا انا هنزل كمان تحت او مستوى كمان تحت وابدى ادور على العناصر اللي موجودة في اللستة تعال نشوف هنعمل كده ازاي طبعا عشان اعمل كده هستخدم تاني list.transform فهاجي قبل text.split وابدى اقوله لو سمحت انا عايزك تعمل لي ايه عايزك تعمل لي transform فعايزك تقديلك لستة وتعمل لها transformation شبه اللي احنا عملناها قبل كده هفتح القوس وهيطلب مني list as list مفيش مشكلة اللستة ما هي الا اللستة اللي ظاهرة عندي دلوقتي هنا اللي هي قريبت اعمل لها split فهاجي بعد كده في الاخر بعد كده ما خلص text.split دي وهعمل قمى عشان اخط له الطلب التاني بعد ان انتوا اللستة برضو عايز مني transform as a function يبقى عشان اعمل كده هحتاج اقول له تاني each مرة كمان وهقول له برضو انا عايزك تعمل لي حاجة في ال underscore ايه ال underscore تعمل في ايه عايزك تحول لي التكست اللي موجود هنا ده تحوله الى ارقام يبقى هستخدم function اسمها number.from هستخدم number.from text وبعد ان افتح قوس وقل له جوه عايز ايه عايز برضو underscore يبقى each هتعدي على اللستة بقى الداخلية line by line و ال variable الاسمه underscore ده عايزك تحوله وانا ما هو text تحولهولي الى ايه تحولهولي الى number تعالى كده نجرب بقى نقفل القوس بتاع تابل ودقات column ونعمل check mark ادي برضو نفس اللستة تعالى بقى نخش جوه اللستة طبعا مش هتحس بفرق كبير قوي لكن هتلاقي الرقم هنا باقي تالك الاول كان واقف كده عدل دلوقتي بقى ميل للجنب طبعا مجرد يعني فرق بسيط فيجولي لما تلاقي الرقم عدل كده على طول هيبقى ده معناه ايه ان ده تكست لكن هو ميل للجنب يمين شوية كده ده معناه ان هو تحول الى number فكده قدرت تعمل ايه خد بالك بقى تعالى نبص ونشوف ايه اللي حصل انا استخدمت الاول ايتش مع الـ underscore الاولانية عشان ايه عشان اكسس ال line اللي موجود في الجدول وبعكية استخدمت ايتش مع underscore التانية عشان اكسس ال line اللي موجود جوه كل لستة او كل ايتم داخل اللستة اللي موجودة ايه اللي موجودة جوه ال line يبقى انا استخدمتها خد بالك جوه نفس ال function مرة كاب بتعبر عن record ومرة كاب بتعبر عن ايه مرة بتعبر عن item داخل اللستة انا عارف يمكن ال concept مكالكع شوية بس في الاخر هتشوف ان الموضوع لو جربت اكتر من مرة حاول تسمع الفيديو ده مرتين ثلاثة بالذات الجزئية دي اعتقد هتلاقي الدنيا مش بطالة طيب انا بعمل كل ده ليه بعمل كل ده عشان في الاخر عايز اجيب الماكس طبعا ما كانش ينفع اجيب الماكس وانا على تاكست او انا مشغل على تاكست يبقى اقف بعد ال H الاولانية دي وحاقول له لو سمحت انا عايز تعمل لي list max تجيب لي الماكسمم بتاع الليستة دي وبعد كده افتح القوس اسف واقفله اعتقد اعفله في الاخر خالص مفيش مشكلة وبعد كده اعمل ال check mark وبقى عندك هنا فعلا الماكسمم ادي 193 لو بصت هنا فعلا اكبر رقم 193 137 اكبر رقم 137 طبعا الهدف مش ان اجيب الماكس مش ده لانا حاولت اوريه لك انا حاولت اوريك مثال بس استخدمنا فيه يعني ممكن تجيب الماكس ده بمية طريقة تانية انا ما عنديش مشكلة خالص يبقى احنا كده شفنا في الجزء الاولاني ان انا ممكن استخدم each underscore عشان تاخد مكان function او تعبر عن function وان ال underscore دي في بعض الاحوال ممكن تاخد مكان ال item اللي داخل list او العنصر اللي جوه لستة وممكن في حالة تانية تاخد مكان تاخد مكان صف داخل جدول وممكن جوه نفس مرة نشغلها لحساب الجدول زي ما عملنا في ال underscore الاولانية دي وممكن مرة تانية نشغلها لحساب زي ما عملنا في ال underscore التانية اللي موجودة هنا الجزء الاخير بقى هنشوف ازاي كمان ممكن ال underscore دي تاخد مكان جدول ده اللي هنشوفه في الحتة الاخيرة من الفيديو طيب انا اضفت خطوة جديدة كل اللي عملت فيها ان انا زودت اسم الشهر فبقى عندي لو حركة بصيت معي عندي تقريبا اربعة لينز في شهر يناير واربعة في فبراير واربعة في مارس وعندي هنا امونس قدام كل مجموعة من الشهور طبعا هتوقع على طول معي ان انا بعمل كده عشان اعمل موضوع بسيط قوي هختار الشهر وحعمل وحعمل وقال لو سمحت انا عايز طبعا هنبدأ هنا وبعد كده نبص مع بعض وطبعا عشان ان اخترت الشهر فيعرف على طول ان الكي بتاعي اللي بعمل عليه عملية هو المنث لكن اللي انا عايز اعمله مش ان انا اعمل اكاونت ولا سم ولا اي حاجة انا هنا ممكن اسمي ده على طول اقول انا هنا عايز اول ماكس اماونت خليها اول ماكس وخلاص وهنا هاخد حاجة اسمها اول روز طبعا نبدأ من اول روز دي ونحاول نفهم مع بعض ازاي الدنيا بتمشي فهدوس على اوكي اعمل لي ساماريزيشن للجدول زي ما حراك شايف ادي القولم بتاع المنث وادي القولم الجديد ولو دخلت بعد كده جوه كل تيبل من دول هتلاقي ده الساماريزيشن ده كل الديتا الخاصة بمين الخاصة بشهر يناير ادي اكيه بتاعنا اهو ادي اكيه بتاعنا اهو فجاب لي بس المرتبطة بشهر يناير دي الطريقة بتشتغل بيها تعال بقى نركز على ونشوفها وعمل ايه في الفهم لابار وده الهدف اللي احنا عايزين نعمله استخدم وبعد كده ده ده طبعا الجدول السابق او الخطوة السابقة وبعد كده ده وبعد كده داخل عمل ايه بقى استخدم اتش واندرسكور اتش واندرسكور دي هي اللي جابتلي اللي انت حراك شايفه تحت ده هو ده اللي جاب لي كل اللاينز الخاصة بايه الخاصة بشهر يناير في اول لاين وطبعا لو روحت على اللاين التاني هتلاقي اللاينز الخاصة بشهر فبراير وبعد كده خاصة بشهر مارس وهكذا يبقى الايتش واندرسكور الجزء ده هو المسؤول انه يجيبلي اللي حراك شفته ده اللي هو مين اللي هو اللاينز يبقى في الحالة بتاعتنا دي الاندرسكور حلت محل جدول مش محل له ريكورد ولا هو محل كمان ايه ولا هو محل ايتم جواليسته حلت محل جدول بالكامل موسيقى تعال برضو ناخد حتة كده يعني نحاول نلعب شوية بالقصة دي اول حاجة خليني يشيل كل حاجة من اول كلمة تايب او حتى من القامل اللي قابل تايب دي هاشيل كل الكلام ده عشان نشوف الفونكشن دي بابسط صورها طبعا خد بالك تقريبا مش هتغيرت لكن تعال نبص تاني بابسط صور اخد الجدول السابق وبعد كده حط اسم الكي الكي اللي عمل عليه عملية الجروبينج وبعد كده ده اسم الكولوم الجديد اعمل ايه في الكولوم الجديد زي ما حاجة شاف كده عمل طب هل ممكن نلعب بقى شوية مع ايتش واندرسكور دي اه مفيش مشكلة تعال كده نجرب كده مع بعض انا مش عايز كل الديتا اللي هنا عايز بس الماكس اماونس يعني بدل ما انت جايب لي كل حاجة كده انا عايز بس الليستة دي فتعال كده نجرب مع بعض كل اللي هعمله هاجي بعد اليتش اندرسكور اللي موجودة هنا وهفتح سكوير براكت وهقول له والله انا عايز الماكس اماونس واعمل فكده بعد اما كان جدول بقى لستة واللستة فيها ايه اللي هراك شايفو ده طب هل ممكن اعمل ايه باللستة دي ممكن اعمل كده لكن خليني مبدئيا كده مثلا هحول الليستة دي برضو هرجع احولها لتكست وهقول لك ليه حالك طب عشان احولها لتكست هقف كده قابليها قبل الليستة دي اللي هي تعبر عنها باندرسكور وحابده اقول له برضو list.transform او list transform وهفتح قوس وبعد كده هعمل ايه في الليست.transform ده برضو نفس الحكاية طبعا محتاج ان اعمل فشو transformation محتاج ان انا احولها المرادي لتكست فعايز مني function الفنكشن برضو هستخدم ايه عشان ايه عشان اكسس كل لين جوه الليستة فحابده اقول له انا عايز ايه والله والاتش دي عايزك تعمل فيها ايه عايزك يعني يعني تعمل ايه line by line عايزك والله تستخدم لبقى المرادي text.from انا مرفات خد بالك الابنا التكست النامبر ونقلب النامبر لتكست فحقول له text.from وهتدينه ال underscore ولما هتدينه ال underscore هيفهم ان انت لو سمحت ده ال variable اللي محتاج تقلبه الى تكست خد بالك فكرة اما قلنا ان هنا ايه هتلاقي الارقام ميلة لو عملنا عمل ال check mark كده هتلاقي الارقام وقفت لفوق فدي معناها انها تحولت الى ايه الى تكست فعلا كده نبص اهو بص ارقام بقت عيد لكده بعد ما كانت ميلة شوية ارقام ايه بقت عيد لكده نيبقى احنا عرفنا برضو من جوه الجدول الاول عرفنا ان اكسس الجدول نفسه اهو زي ما انت شايف هنا وبعد كده عرفنا ان اكسس الليستة من جوه الجدول وبعد كده كل ايتم باستخدام ال underscore كل ايتم من جوه الليستة دي اخر حاجة عايزة عملها بقى الليستة دي مع بعض تعال كده نجرب هيا بقى في الاول خالص قبل الليستة دي و ترانسفورم دي و ابدأ سأقوله بعد ايه عايزة تعمل لي ايه تكست اللي عملناه في الاول تكست جوت دوت كومبين عايزك تكمبين التكست ده كله مع بعض واعتقد هنيجي بقى هنا في الاخر وهنعمل ايه كاما ونقول له انا عايزك تحط لي ايه علامة البيب دي سبيس وعلامة البيب واعتقد هنا محتاجين نقفل تكست دوت كومبين اعتقد احنا فيه قوس ده المفروض يتحرك يروح هنا وبعد كين نعمل تشيك مارك فبص اعمل ازاي اداني ايه زي ما حراك شايف كده ده المنتج النهائي طبعا في الاخر خد بالك ان ده كل ده هدف والتوضيح لكن قدرت ان انا جيب ايه 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 ده كل الماكس اماونت بتاعت يناير وكل الماكس اماونت بتاعت فبراير وكل الماكس اماونت بتاعت الايه شهر مارس ولو بصيت جوه معايا عرفو ملابار هتلاقي برضو استخدمنا ايتش مرة عشان نعبر عن جدول وده الاندرسكور بتاعتها ومرة تانية عشان تعبر عن ايتم جوه لستة وده الاتش واندرسكور اللي استخدمناها في الحالة دي يبقى احنا كده شفنا حالات كتيرة شفنا ثلاث حالات ازاي ممكن استخدم الاتش واندرسكور كل مرة على حسب الموقف اللي انا موجود جواه ايتش واندرسكور بتشتغل بشكل مختلف اعتقد زي ما اتفقنا الفيديو كان بتكلم على الكونسب بتاع ايتش واندرسكور بغض النظر عن الامثلة اللي كانت موجودة وزي ما قلنا ان ده تعرضنا له اكتر من مرة في خلال السلسلة دي لو انت لسه جديد على الام لانجوج وبالنسبة لك اللي احنا عمالنا هرده كان متقدم شويتين ارجع للسلسلة من اولها اللينك موجود في الديسكريبشن هتلاقيها واخدك سنة سنة من الاول خالص لو انت جديد خالص بقى على باور كويري فممكن برضو ترجع لي السلسلة باور كويري او مبادئ باور كويري السلسلة مبادئ باور كويري او الفيديو المجمع بتاعها برضو هتلاقي اللينك بتاعهم موجود في صندوق الوصف يارب تكونوا استفدتم من الفيديو شكرا جدا لوقتكو وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي لكن قبل ما امشي لو سمحت اعمل لايك واعمل شير واشترك في القناة وسيب لي تعليق واخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته